اهلا بكم مجددا في حصة مغاربية كرس تصنيف مجلة تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية ازمة البحث العلمي في الجامعات المغربية بسبب عدم حصول اي جامعة وطنية على مرتبة متقدمة في المؤشر وذلك على غرار السنوات السابقة ولم تستطع اي من الجامعات المغربية ان تكون ضمن الالف جامع الاولى دوليا في التصنيف الذي يرتكز على 13 معيارا ويتماشى ذلك مع تقديرات رسمية تشير الى ان نسبة الانقطاع عن الدراسات الجامعية بدون الحصول على اي شهادة تقارب 50 في البيئة تلك المؤشرات السلبية اثارت تساؤلات حول اسباب ذلك التراجع وكيفية النهوض مجددا بالتعليم الجامعي في المملكة الجامعات المغربية خارج ترتيب الجامعات الالف الاولى دوليا لعام 2023 بحسب تصنيف صادر عن مؤسسة تايمز هاير ايديكيشن المرتكز على مؤشرات التعليم والبحث العلمي والابتكار وغيرها تصنيف يفتح باب تساؤلات حول اسباب الغياب والتراجع ممكن يكون رجال عدة اسباب من السبب الأول واختيار ديال الطلبة التكوينات اللي كتعطيهم مولوج سهل لسوق الشغل من خلال تكوين الاكاديمي اللي يبقى تكوين عام وكذلك تلبحت العلمي لما مخصص لي واحد الميزانية تراجع تصنيف الجامعات المغربية عالميا واقع تقر به الوزارة الوصية وتسعى معه الى اتخاذ اجراءات بهدف تجويد العرض الجامعي وتدارك الخصاص في الموارد المالية والبشرية هذه الحياة الطلبية غالي تكون عندنا فصل تفكير ديالنا وهذا كتير اش كنتكلمه على مركبات جميع اللي غالي يكون فيها هاد نموذج وخير ريجين بكفاءة عالية بغينا ندخلو الرقمانة والرقمانة بغينا تكون ماشي غير ديستير ولكن بغينا تكون بلات غزيستانس داخل لاش الانسان يفكروا اف عقلو اف دات ديالوك كم الرقمانة وضعف الميزانية والتمويل المتعلق بالبحث العلمي حيث نجد ان من بين اضعف الدول التي تهتم بالبحث العلمي للأسف نجد المغرب كذلك نجد عدم الاهتمام بالطالب وتشير التقارير الرسمية الى ارتفاع مستويات الهضر الجامعي حيث بلغت النسبة الاجمالية للانقطاع عن الدراسة بدون الحصول على اي شهادة ما يناهز الخمسين بالمئة نسبة تضع علامات استفهام حول اسباب الظاهرة وحول كلفتها الاقتصادية والاجتماعية تصنيفات وارقام مقلقة تسائل قدرة القطاعات الوصية على تدارك العجز وتفرد حسب الخبراء ضرورة اعادة النظر في السياسات العمومية المعمول بها لاستعادة ادوار الجامعات وتمكنها من مواكبة المتغيرات العلمية والاكاديمية العالمية فدعم رابطي قناة الغد الرباط نرحب بضيفنا من الرباط سيد صبري عبد النبي استاذ العلاقات الدولية وعضو مجلس جامعة محمد الخامس اهلا بك استاذ على شاشة الغد هل يؤشر تراجع مراتب الجامعات المغربية دوليا على ازمة البحث العلمي بالجامعات ام خلل في منظومة التعليم العالي ككل ولا المساء الخير اهلا وسهلا فيما يتعلق بالترتيب الذي وضعته جامعات المراكز الدولية حول تصنيف الجامعات والتي جاء هذه السنة يعني مخيبا للامال هو في الحقيقة هذا التصنيف له مجموعة من اسباب لعل اولها وهو انه في السنة الماضية كانت هناك يعني حوالي الفين ومائة جامعة هذه السنة تمت اضافة اكتر من مائتين جامعة الى هذا التصنيف وبالتالي وصل عدد الجامعات التي تم تصنيفها الفين وثلاثمائة وخمسة وعشرين جامعة هذا التصنيف كذلك وهذا العدد كان له تأثير على التصنيف ولكن عموما فالجامعات المغربية تعاني مشكل في التصنيف الدولي المملكة المغربية كما هو معروف ومألوف كانت تأوي أول جامعة في العالم جامعة السستة امرأة يعني فاطمة الفيرية اليوم السؤال مطروح عن الجامع كيف يمكن أن نؤسس لجامعة مغربية جامعة يعني تجمع ما بين المرضودية والموارد وترفع رأس البحث العلمي عاليا فمن بين هذه الأسباب التي جعلت التعليم عليها كذا وأنه نسبة الإنفاق على البحث العلمي ما زالت متواضعة وبالتالي يجب إعادة النظر في هذا أمر مسألة الثانية وهي إعادة النظر كذلك في الوضعية الاعتبارية للأستاذ الجامعي عن طريق تحسين وضعيته المادية والمعنوية ثم حتى يتأتى له القيام بكافة الأعمال التي هي ممكن أن تشرف الجامعة المغربية أستاذ الجامعيون يعملون مجهودات كبيرة لأن عدد طلبة في المغرب ارتفع يعني من 200 ألف طالب إلى أكثر من مليون طالب هذا العدد هذا الكم ملائل راجع إلى مجموعة من الأمور راجع إلى المجهودات التي قامت بها الدولة على المستوى تعليم الأولي والابتدائي والإعدادي والتناوي لكن لم تواكبه هذه التحولة على المستوى التعليم العلي طيب هل الجانب المادي هو فقط ما هو المطلوب من الدولة هو تحسين راتب الأساتذة الجامعيين وأيضا الدعم للجامعات أم هناك مطالب أخرى للنهوض مجددا بقطاع التعليم العالي لا هناك مطالب عديدة ومتعددة لا تقتصر فقط على تحسين وضعي الاعتباري والمادي الأستاذ الجامعي بل تعتبر بأزمة بنيوية وهيكلية وهذه الأزمة ترتبط بشكل أساسي وضروري حيث أن هناك مؤسسات تشتغل في التعليم العالي غير تابع الجامعات وبالتالي نحن نطالب بتوحيد المؤسسات الجامعية بدون استثناء لتكون تحت الجامعة ومن ثم سيرطفع منسوب الإنجاز العلمي والبحث العلمي لأن المجهودات مشتتة هذا الأمر ورثناه عن الأنظمة اللاتينية ورثناه عن فرنسا وبالتالي لا يمكن الاستمرار في نفس المنهجية يعني الأزمة متعددة الأبعاد منها ما هو ويكلي منها ما هو بنيوي منها أيضا التعاطي مع قطاع التعليم العالي بخلفية تقنية صرفة ولا توجد خلفية سياسية واضحة وبعض الأحيان حتى الخلفية السيادي يعني تغيب لأن الإنسان عندما يكون تقني هو الذي يدبر هذا الأمر يتعامل مع منطق التعليم العالي كرقم ولكن يجب التعامل معه ليس كأرقام مالية بل كرقم سياسي صعب إلى غدالك لأن البناء الاستثمار في الإنسان أولا هو مقدمة للاستثمار في البنيان لا يمكن أن نستطمير في البنيان وننسى الإنسان لأن الإنسان هو محور الزاوية وبالتعليم العالي ترقى الأمم ترفع الهمم بالتعليم العالي تكون التنمية بالتعليم العالي ترفع من سوبة ثقة داخل المجتمع وبالتالي عندما يكون لديك تعليم جامعي فاعل فتكون لك تنمية فاعلة إذا غابت الفعالية عن التعليم العالي إذا غابت الموارد إذا غابت المرضودية فهذا مشكل ينبغي التغلب عليه إذا نحن شكرا جزيلا لك أعتذر منك دكتور انتهى وقت هذه المقابلة السيد صبري عبد النبي أستاذ العلاقات الدولية وعضو مجلس جامعة محمد الخامس كنت معنا من الرباط أشكرك جزيلا شكر انتهت حلقة اليوم من حسن مغاربية شكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة